اهلا وسهلا فيكم في الحلقة 18 من الطريق الى كندا احنا رايحين على مكان حلو وبيدي اياكم تضلكوا معنا عشان تعرفوا عن معلومات اكتر عن الحلقة هاي السلام و اهلا وسهلا فيكم في الحلقة 18 من الطريق الى كندا سنحكي عن الموقع مرة ثانية تبعى الاجراء تدخلوا على جوجل بتكتبوا CIC وبتدخلوا على الموقع الاول اللي هو Immigration Citizenship Canada اليوم راح نحكي عن شغلة Work Permit طبعا زي ما حكينا انه في ناس بيجو بيشتغلوا في كندا يعني مش شرط انك تكون مهاجر لكندا مش شرط انه تتوفر وظيفة ممكن تتأمن لك الفيزا الآن عادة الشركات لما بتروح بتطلب مثلا وظائف وخاصة الاماكن اللي صعب يجدوا فيها كنديين مثال في الشمال في وظائف كتير عليها ديماند مثل النيرسز السواقين الشاحنات هذه الوظائف عليها طلب فبتطروا الشركات او الحكومة حتى في بعض الاحيان انها تتعاقد مع موظفين من دول اخرى مثال عنا في الشمال في عدد كبير من النيرسز من الفلبين طبعا عادة اي واحد بيجي يشتغل في كندا لازم يعمل شغلة يسمى Work Permit او تصريح عمل تصريح العمل هذا معظم الاحيان معظم الناس اللي بيجي يشتغلوا حتى لو انه من دول ما بدهم فيزا بيحتاجوا الى تصريح عمل وهذا اشي مهم جدا يعني اذا انت من الدول اللي ما بدهم فيزا لك لذا وجايت تشتغل لازم تقدم على تصريح عمل الآن تصريح العمل ممكن يكون لمدة سنة سنتين حسب المدة اللي معطيك اياها في الـ contract وهو بتقدر تعمل extend إلها إذا بدك تطول أكتر وما بدك تروح الآن إذا معك تصريح عمل ودك تطلع على دولتك ترجع على بلادك لازم تسوي شغلة خروج وعودة زي فيزا تخرج وعودة اللي هي فيزترز فيزا ترجع باك لكندا الآن هون بتقدر تقدم على الـ work permit والأوراق المطلوبة معظمها سهلة جدا هلأ حنحكي عنها بس موضوع الـ work permit مهم جدا مش بس للناس اللي بده تيجي تشتغل كمان للطلاب اللي بعملوا co-op أو برامج تعاونية في الجامعات تحتاجوا إلى work permit إذا تشتغل في العمل أكثر من 30 ساعة مثلا أو 20 ساعة المحددة إليك بالقانون لازم تعمل work permit الآن الـ work permit زي ما حكينا هدول الـ الطلاب مثلا بدهم يمرك بيرمت caregiver بدهم يمرك agriculture تبعوني الزراعة بتجيبوا ناس كتير من لاتينو امريكا عشان يسووا temporary workers اللي بيجوا بس عشان فترات مثلا شهر شهرين أو بدهم يجيبوا هذا business people هدول اللي لهم برضو بيزا خاصة international experience international experience كندا هدول الناس اللي والله عندهم high experience وبدهم إياها living caregiver programs هدول اللي في عندهم يعني بيساعدوا الآخرين او خلينا ندخل على واحد مثلا check processing time الوقت هون ازا دكتارة في الوقت اه طبعا اه هذا حنحكي عنه هلا اه او الحلقة القادمة خلينا نحكي مثلا الـ agriculture workers هاي ما دخلناه خلينا نشوف الـ agriculture اللي هم المزارعين ممكن يجو هون طبعا اه بشتغلوا اه في الاماكن الزراعية اه ممكن يكون اه الركروترز او الموظف لهم مزارع اخر كندي ممكن تكون الـ government اوكي وبدهم يتبعوا اللي هو الـ employment تبع كندا والقوانين تبعتها اه هون how to apply بدو يعمل الـ biometrics اللي حكينا عنها البصمات العين والقزحية او العين او الاصابع اه working مع اكثر من واحد غير مسموح الـ work permit بسمحلك تشتغل مع مع مشغل واحد او رئيس شركة واحدة اوكي هون اه how to apply هاي الطريقة اه اللي بتقدر تعمل لها application زي ما حكينا اه الـ payometrics وبدك تكون معك الـ contract تقدر تعمل online account ومن الـ online account هذا تقدر تدخل على الـ work permit وفتعبي الاوراق فهاي الحلقة قصيرة جدا لكنها اه قد تكون مهمة لانه في ناس محتمين في الـ work permit ان شاء الله تعجبكو اه شير مع اصدقائك وان شاء الله نراكم قريبا اذا اعجبك هذا الفيديو اعمل لايك وسبسكرايب للقناة وان شير مع اصدقائك